المهم هو انه مثل ما تحدثني سابقا انه عادة بعد عملية يكون عندنا عادة احتماليات يعني قد يكون البلازميد رجع على نفسه وبالتالي يكون غير حاوي على قطعة الجين او قد يكون البلازميد حاوي على الجين او يكون حاوي على جين غير صحيح طيب السؤال هو كيف اميز انه البلازميد مالتي حاوي على الجين او غير حاوي على الجين باعتبار انه الخلايا البكتيرية اللي حاوي على البلازميد كلها راح تلموا اليمن على السيلكتيف ميديا اللي حاوي على الانتوايتك طيب هل هناك طرق لتمييز او معرفة اين اي اي كولوني نمت على الطبق هي حاوي على البلازميد الحاوي على قطعة الجين اللي انا دخلتها بالبلازميد عن تلك التي يحاوي على بلازميد فارغ اللي هو السوف لايجاتل اليوم ان شاء الله هل هتكلم عن هذل الشيء so identification of recompens يعني تحديد الخلايا اللي يكون حاوي عليمن على ال recompens DNA اللي هي جزاية بلازميد بولازميد بعد شاملةopard معناه انهم اخلي البكتيرية في طبق اللي حاوي علي السيلكتيف ميديا اللي يكون حاوي علي الانتوايتك ويقول إنه plating بأنها عملية زراعة البكترية عليما على selective medium راح يمكنني من معرفة الخلايا التransformed يعني الخلايا اللي حاوية على البلازميد to be distinguished يعني راح نميزها from non-transformed من الخلايا اللي غير حاوية على البلازميد اللي ما صار لها عملية transformation طيب The next problem is to determine which of the transformed colony comprise cells that contain re-component DNA molecules and which contain cell-bligated vector مثل ما تكلمنا إنه عدنا المشكلة الثانية المشكلة الآن اللي تواجهنا بعد مشكلة الأولى اللي هي تمييز الخلايا اللي تحاوي على البلازميد عن غير الحاوي على البلازميد المشكلة الثانية هي شنية هو أنه كيف أمييز الخلايا اللي تكون صار لها transformation Transformed colony خلايا دخل لها البلازميد that contain re-component DNA molecules اللي تحاوي على البلازميد اللي حاويلي على الجين المياً عن تلك الخلايا اللي حاويلي على sub-lugated vector شون أمييز هذا عن هذا طيب With the most cloning vector insertion of DNA fragment into plasmid and destroy the integrity of one of the gene present on the molecules Re-component can therefore be identified because the characteristics coded by the inactivated gene is no longer displayed by the host cells حتى نشرح هذا من السطرين لازم نروح إلى فقر رقم 5-6 بالنسبة للفقر رقم 5-6 طبعا البام H هو عبارة عن restriction enzyme site يعني من أنا أقدر أفتح البلازميد مالتي يعني إذا جبت الآن هذا البلازميد مالتي في سائل وخليت لأنزيم الريستركشن انزايم اللي هو البام H1 راح ينفتح البلازميد من هذا الطرف طيب الآن برأيكم إذا جبنا جين الانسورين وفتحنا طبعا البلازميد البام البلازميد من عن طريق البام H1 وحشرنا قدعة الجين مالتنا اللي هي الانسورين على سبيل المثال في هذا المكان يعني بهذا الشكل يعني أنا عدي هذا الآن ambeceline وهذا عدي الآن التتراسايكلين ولكن حشرنا الدياني وين مالتنا الجين في هذا المكان what time determine New gene في هذا الحالة هل التتراسايكلين جين راح يطيني بروتين يقاوم التتراسايكلين لا ليش الانصار enable Ne子 لما اندخلت الجين هنا بمكان التتراسايكلين في منتصف جين التتراسايكلين جين التتراسايكلين يكون بعد ما يشتغل وبالتالي هنا لما نرجع هنا عدنا هذا على سبيل المثال الجين وهذا الجين يطيني جين بروتك تبعا أنه هذا الجين يطيني جين بروتك يعني بروتين لأنه نعرف أنه كل قضاء الـ DNA يطيني بروتين target gene for insertional inactivation insertional inactivation insertion معنى عملية حشر inactivation معنى عملية إزالة أو تثبيت للوظيفة فبالتالي insertional inactivation بمعنى أنه لما نحشر الجين مالتي في منتصف هذا الجين السابق هذا الجين بعد ما يطيني جين بروتك شوف الآن صارك عملية X بالتالي هذا الجين سواء كان جين انسورين أو العفو جين مقاومة مضادة حياتي أو أي جين أخر بعد ما يشتغل طيب برأيكم الآن لو عندي الآن بلازميد وهذا البلازميد يكون حاوي على مضادين حياتيين يعني يكون حاوي على جين مقاومة لمضادة حياتيين الأول أمبيسيلين والثاني تيتراسيكلين بهذه الحالة بالنورمال لما ندخل هذا البلازميد وطبعا هنا بهذه الحالة لا أحاوي على الجين مالتي يعني هذه مقطعة Recomponent DNA وإنما مجرد البلازميد عادي لما ندخل هذا البلازميد إلى داخل خلية بكتيرية سواء كانت E. coli أو غير خلايا بكتيرية ولكن عادة لكونا نستخدم E. coli فنفرض أنه دخلنا هذا البلازميد إلى داخل E. coli اللي يصير شنو؟ إنه خلية بكتيرية تكون مقاومة في هذه الحالة إلما إلى أمبيسيلين وتيتراسيكلين بمعنى أنه الطبق ماتي الميديا اللي أزرع بيد خلايا البكتيرية بعد عملية الترانسفورميشن إذا خليت لأمبيسيلين وتيتراسيكلين راح الخلية البكتيرية تلمو عليه طيب في حالة أنا مسوري component DNA molecules وجايب الجين مالتي حاشرة بمكان تيتراسيكلين إذا البلازميد مالتي صحيح بمعنى أنه الجين حاشرة في هذا المكان بالنسبة للجين التيتراسيكلين بعد ما يشتغل لذلك إذا نميت المستعمرة مالتي في طبق حاوي فقط على في الطابق épة أنتهف على الأمبيسيلين لتنمو المستعمرة الأمبيسيلين content ولكنه تع bunch ودخلت بمكان التتراساكلين ووقف للتتراساكلين اكتيفتي جين التتراساكلين بعد ما ينتج البروتين يكسر بالتتراساكلين زيان عمليا انا شلون بهاي الحالة اميز خلنا نرجي لرسم 5-8 وبعدين نرجي للشرح سوف تكون الامور واضحة زيان احنا نفروف انه عدي الان بلازميد هش وهذا البلازميد يكون حاوى على جينيا يعني مثل هذا السابق جين امبسيين جين تتراساكلين واجيت اعرض اسوي كلونا اجيت مجرد افتحت البلازميد من مكان البام اتش وان ثم بعد ذلك البلازميد المفتوح جبت لي جينات انا مهندس اطرافهم بحيث يلتسقن ويالبام اتش وامزجت الجينات مع البلازميد المفتوح وضفت لهم انزيم اللايكيز وعبته ان يتحضنا حتى يصيروا عملية ثم بعد ذلك انقلت المكسشور مات البلازميد المهندس ورافيا ويامن ويخلايا البكتيرية ثم بعد ذلك سوية الترانسفورميشن واحد ان الاحتماليات انه عد الجين دخل اين بالبلازميد والاحتمال الثاني انه الجين ما دخل بالبلازميد كي شون اميز الجين اللي داخل من البلازميد عن الجين عن البلازميد اللي صار به self-ligation كل ما في الامر انه اجي اول ما ازرع الخلية البكتيرية يعني المكسشور مات البكتيرية زاعدين البلازميد مالتي زاعد البكتيرية اللي مفروض البلازميد دخلها فعلى مبرły أزرع هذه الخلايا وين على الطبق يكون حاول على الامبسلين في هذه الحالة سواء كان الجين مالتي دخل بالبلازميد او ما دخل بالبلازميد راح يمو على طبق يحاول على امبسلين ليش؟ لانه مكان حشر الجين وين صار ؟ ليش بالترانساكلين فسواء دخل الجين داخل البلازميد او ما صار عمليه跟你щiones يعني صار self-ligation وبكل الحالات جميع المستعمرات الحاوية على البلازميد رح تنمو زين؟ وبالتالي أنا أول خطوة أسويها هو أنه أجيب الخلايا البكتيرية ماتي زين؟ اللي سويت لها عملية الترانسفورميشن اللي دخلت لها البلازميدات وأنا مميها على طبق أنبسين فطلعت المستعمرات هنا مع ذلك أجيب أداة معينة هذه الأداة تكون مثل البلوك شلون الاستامب شلون الطمغة الاستامب يعني شلون الختم بس هذا الختم يكون على قد الطبق كله بحيث لما أختم المستعمرات كل المستعمرات يلوحن هذا الختم فالآن لو نتصور أنه الطبق ماتي يكون مربع الختم ماتي يكون بهذا الشكل مربع مجرد أنه أسوي تتش للمستعمرات وين بالطبق اللي نمت على الأمبسين ثم وبعد ذلك أرفع هذا الاستامب وأطمغة وين؟ بطبق ثاني يكون حاوي على التترا سايكليم فتشوفون أنه هذا الاستامب يعني صار تتش ويا من ويا الكولونيز تتش ويا الكولونيز وبالتالي راح أدخل وين على الطبق ثم بعد ذلك أحظن بعد ذلك بالنتيجة يا راح أقارن مكان المستعمرات إذا المستعمرات نمت لي على الطبق الثاني اللي يكون حاوي على تترا سايكليم هذا الطبق الأول يكون حاوي على أمبسيني بالتالي كل المستعمرات سواء كانت تحاوي البكتريا على سايكليم أو سواء كانت تحاوي على بلازميث. حاوية على الجيل مالتي اللي هو ال archipapsidi راح تنمو أول ما على الطبق متى الني هو سائكليم طبعا البكتريا اللي مدخلك بلازمية ما راح تنمو ب safety اللي دخلها بلازميد سواء كان البلازميد حاوي على الجين او سواء كان البلازميد سير بلاقييت رح تنمو بعد ذلك اسوي للعمليات تتش بيمن بهادا الودنبلك ازين بلوك عفو وبن ثم ارفع هذا الودنبلك المستامبوا اطمغبة بنفس المكان على طبق ثاني حاوي على ميديا وحاول الان على شين يا تتراسايكلين ميديا حاوي على التتراسايكلين مضاد التتراسايكلين ومن ثم احظنه طيب إذا ظهرت المستعمرات عدي على الطباق بمعنى إنه هذه المستعمرات ما حاوية على جزيئة البلازميدي اللي حاوية على الجين يعني حاوية على الـ ليش؟ لأنه البكتيريا بهذه الحالة قاومت هم الأمبسلين هم التكراسائيكلين ولكن إذا المستعمرات ما ظهرت طبعا هذا مكانها مجرد يعني أقدر لك هذا المكان هنا ما ظهرت فسوناه باللون الخافت إذا المستعمرات ما ظهرت بهذا الطبق الحاوية على التكراسائيكلين بمعنى إنه هذه المستعمرات حاوية على جزيئة الـ يعني البلازميدي اللي حاوية على الجين ماتي طيب ليش؟ لأنه هنا ما ظهرت لأنه الجين ماتي مات الإنسولين دخل في مكان التكراسائيكلين جين وبالتالي جين التكراسائيكلين بعد ما يشتغل وبالتالي الخلية البكتيرية أصبحت غير مقاومة للتكراسائيكلين لذلك ما راح تقدر تلمع اليمن على طبق ثاني يكون حاوية على التكراسائيكلين فمجرد أجي أقارن الطبق الأول اللي نميت بيه البكتيريا على الـ MBC مع الطبق الثاني اللي نميت بيه البكتيريا على التكراسائيكلين وأشوف المقانات ماتتي في البكتيريا ماتتي إذا هذي البكتيريا هنا نمت يعني نفس هذا المقان إذن هذه البكتيريا حاوية على self-ligated بس ternerbellatomine ومن أجل هاي البكتيريا وهالي البكتيريا وأجل أجد ألقاهها هنا ما موجودة ما نمية مثل ما أكد لكم هنا خليناها بالخافض حتى أقل لك إنه هنا ما نمية إذن السبب هنا ما نمية بكونه حاوية على جين الإنسولين في مكان أو في منتصف جين التترساكين هذه العملية كلها اسميها ريبليكا بليتنج عملية اسميها ريبليكا بليتنج أعيد فقط للإضاحة إنه insertional inactivation بمعنى إنه لما أدخل جين مالتي في مكان جين آخر جين الآخر بعد ما يشتغل أتمنى إنه تكون واضحة الآن خلي نرجع المن إلى الشرح مالتي يقول عدنا هنا insertional inactivation of an antibiotic resistance جين بمعنى إنه عملية الحشر اللي يزين لفعالية جين مقاوم لمضاد حياتي بلازميدل PPR 322 اللي تكلمنا عنه سابقا اللي هو هذا البلازميدل اللي نستخدمه بعملية الكلونا يقول has several unique restriction sites يكون حاول على العديد من المواقع اللي الأنزيمات القاطعة تستطيع قضعها نعم restriction sites معنى مواقع الأنزيمات القاطعة unique يعني فريدة that can be used to open up the vector before insertion of new DNA fragment يعني إنه عادة لما نستخدمها راح تفتح let the plasmid multi و هاذا open vector قبل before insertion of new DNA fragment قبل أن أحشر جزئة DNA fragment يعني إنه جيني جيني على سبيل المثال بام اتش ون اللي شرحنا قبل قليل فور اكزامبل كتس PPR322 يعني يقطع اللي هالبلازميد اللي انا استخدمه بالكلونا at just one position يقطع لياه فقط بمكان واحد يعني بالتالي البلازميد الدائري اذا مزجته ويه انزيم قاطع اسمه بام اتش ون راح البلازميد ينفتح هصير نين يا ازين at just one position within the cluster of genes that code for resistance to tetracycline يكون مكان القطعوين في منتصف جين يشفر لي مقاومة المن للتترacycline طبعا لما نقول يشفر code بمعنى انه عملية التشوير بمعنى انه الDNA يتحول الى protein بنقول يشفر a recombinant PPR 322 molecule one that carry an extra piece of DNA in BAM H site is no longer able to confirm التترacycline resistance on its house بمعنى انه جزيه ال a recombinant PPR 3 لما نقول a recombinant رأسا انت تعرف انه مقصود بي شنو يعني بلازميد حاوي على شنو على جين فلما نقول PPR 322 A recombinant PPR 2 يعنى هذا جزيه البرازميد a recombinant معنى حاوي على جين يعنى على سبيل المثال حشرت له الجين الانسولين وين؟ في مكان BAM H site اللى هو وين موجود موجود بالتترacycline is no longer able to confirm التترacycline resistance on its house host بمعنى انه الهوست معنى البكترية تكون بهاي الحالة غير قادرة على مقاومة المقاومة المضاد للحياتي التترacycline As one of the necessary gene is now disrupted by the inserted DNA السبب بذلك انه هذا الجين الضروري للمقاومة المضاد للحياتي اللى هو التترacycline is now disrupted معنى انه الان اصبح غير فعال بماذا من خلق بقطعة الجين اللى انا حشرتها insert the DNA يعنى قطعة الجين المحشورة اللى هي قلنا عنا سبب مثال الانسولين الانسولين cells containing this recomponent PPR 322 molecule are still resistant to ambicillin لكونه هذه الجزيئة البلازميد حاوي على جين اخر اللى هو جين مقاومة للامبسلين بالتالي البكتريا ما تزال مقاومة إلما للأمبسلين ليش لأنه عملية الحشر صارت وين في جين التتراسايكلين وليس في جين الأمبسلين وبالتالي الغلالة البكتيرية اللي حاوي على البلازميد سواء كان البلازميد self-ligated أو سواء كان مقاومة لأمبسلين بهذه الحالة تكون مقاومة للأمبسلين وبالتالي تكون sensitive to tetracycline but resistance to أمبسلين يعني الآن عدي جزيئة اللي حاوي على الريكمبوننت PPRR3 يعني البلازميد اللي حاوي على الإنسولين راح يكون بهذه الحالة إذا دخل بداخل البكتيرية راح يكون البكتيرية للأمبسلين مقاومة resistance أمبسلين resistance نكتبها بهذه الحالة بس لتتراسايكلين تكون sensitive ومثل ما قلنا لأنه الجين انحشر وين بداخل جين التراسايكلين C-greening C-greening معناه عملية مسح يعني حتى أشوف يا خلية تنمو على مضاد حياتي مثل ما على ميديا حاوي على مضاد حياتي نسميها C-greening يعني الكشف خلي نقول الكشف عن من عن البلازميد PPR322 اللي يكون حاوي علي من على الإنسولين الإنسولين طبعا هذا البلازميد هو هو هذا البلازميد نفسه هو هذا البلازميد هذا نسميه جزئة بلازميد يكون اسمه PPR322 هذا البلازميد يكون حاوي علي جين جين مقاومة للأمبسلين وجين مقاومة للتراسايكلين فإلى اسم اسمه اللي يستخدموه بالشركات PPR322 يقول C-greening for PPR322 Recomponent لما نقول يعني هذا البلازميد حاوي علي من على الجين الإنسولين أو أي جين آخر اللي أنا دخلته ب is performed in the following way يعني عملية التحري عن البلازميد اللي حاوي علي الجين عن ذاك اللي يصار بي self-ligated يتم بالطريقة التالية الآن راح أشرح الكلام اللي شرحت قبل قليل بالرسم after transformation the cell The called the mixture I tell أمز جوية من من الخلية البكتيرية من الضروري جداً طبعاً طلاب إنه إنت مطلع على المحاضرة السابقة إذا ما مطلع على المحاضرة السابقة ما راح تفهم هاي المحاضرة يقول إنه after transformation بعد ما أسوي عملية transformation transformation اللي هو مسجل اللي كلمنا عنه سابقاً بكل احتمالاته زين يعني self-ligate باحتمال الحدوث العملية الى آخره بعد ما سجها ويا منوية الخلايا وأسوي عملية transformation يعني إدخال البلازميد إلى داخل الخلية بعد ذلك are plated plated معناها أنمي يعني أنه يعني أجيب الخلايا وأخليها علد على البلات فأقول plated معنى أنه تنمية الخلايا عليها من على ميد يتكون حاوية على ambicillin وبعد ذلك زين أحظنا and incubated until colonies appear إلى انتظر المستعمرات إذن بالبداية جبت الميكس شرمالتي كله مزجته ويا منوية الخلايا سويت عملية transformation المفترض إنه البلازميدات كلها دخلت وين إلى داخل الخلية البكتيرية أو جزء من حدها مو بالضرورة كل البلازميدات دخلت في ورع ذلك راح نمية على ambicillin أول طبق لما نميتها على ambicillin في هذه الحالة شكوا بكتيريا ما دخل بلازميد ما راح تنمو بس البكتيريا اللي دخلها بلازميد سواء كان هذا البلازميد حاوي على قطعة الجين أو ما حاوي على قطعة الجين راح ينمو على البلايت مالتي راح ينمو عليها من على البلايت مالتي اللي يكون حاوي على ambicillin ليش لأنه الجين اللي أنا حشرته حشرته وين بمكان التتراسايكلين مو بمكان ambicillin وبالتالي الآن أول خطوة عدي كل الخلايا نمت وين على الطبق اللي يكون حاوي على ambicillin كل تلك المستعمرات تلك المستعمرات تلك المستعمرات تذكر الترانسفورمات الزال الخلايا اللي ما دخل للي بلازميد are ambicillin sensitive تكون عادة حساسة للمبسلين تكون عادة حساسة للمبسلين ما تقدر تنمو بها and so don't reproduce colony on the selective media وبالتالي ما راح تنتج لي مستعمرات علي من على selective media الميديا اللي يحاوي على ambicillin but only if you only if you contain recombinant ppr 3 molecules بس الخلايا القليلة اللي تكون حاوي علي من على البلازميد ماتي سواء كانت contain self most contain the normal self-lagged على الاقل هي يعني حتى لو كان normal plasmid داخلها على الاقل بالتالي راح تنمو لانه سواء كان صار لها recombination او ما صار لها recombination راح تنمو to identify the recombinant the colonies حتى اميز recombinant يعني البكترية اللي حاوي علي من على جزئة recombinant plasmid the colonies are replica plated replica plated هاي العملية اللي شرحناها قبل شوية replica معناها يعني يعني اعيد عملية زراعتها replica معناها مضاعفا من replication سموها replica plated معناها عملية اعادة الزراعة عريما على الوسط احنا عدنا الوسط الزراعي الزراعة عريما على plate طبق فلما نقول plated معناها انه او اطبقها بالانجليز هي ترجمة الحرفية اطبقها شنو معناها؟ معناها انه اعيد زراعتها علي من على طبق زيئة onto agar media that contain tetracycline الان راح انقل الخلايا عن طريق هذا الستامب اللي قلناه المن الى طبق ثاني يكون حاوي علي الآن شنو على مضاد حياتي tetracycline after incubation بعد ما عملية تحضين some of the original colonies regrow بعض المستعمرات اللي كانت نامية سابقا بالمبسلين راح تنمو زين؟ اللي ما نمت consist of cells تتكون من خلايا ذات كري اللي تحملي the normal PPR 3222 with no inserted DNA الخلايا اللي نمتلي البكترية على الطبق الثاني اللي هو التترacycline بتكون حاويتلي على بلازميد normal ويكون هذا البلازميد ما حاوي على جزئة الinserted DNA and therefore a functional tetracycline resistance gene cluster لأنه بهاي الحالة التترacycline الجين مالتها كل ما صار به ما إجابه كان أو في داخله جين الإنسولين مثلاً اللي عنده عدخله ووقف لي وظيفة جين التترacycline بالتالي هذي الخلايا اللي نمت هي ampicilline resistance tetracycline resistance هذا عدنا النوع الأول من insertional activation أول عملية insertion and inactivation المن للantibiotic resistance طيب أكو طريقة ثانية أستخدم insertion and inactivation بس مو للantibiotic resistance وإنما الantibiotic ثاني العفو الجين ثاني خلنا نروح إلى فجر 5 تسعة ونشرح العملية قبل ما نتكلم بمن بالشرح مالتي طيب بالعملية السابقة بالعملية السابقة اللي هي العملية insertion and inactivation يعني إزال التثبير inactivation سوينا إلم إلى جين مسؤول عن مقاومة مضاد حياتي اسمه tracycline استخدمنا بلازميد هذا البلازميد خاص اسمه PPR 322 الآن راح نستخدم خطوة أخرى أيضاً insertion and inactivation بس مو الجين insuline وإنما الجين آخر عدنا بلازميد يسموه بيو سي 8 بيو سي 8 هذا البلازميد بالحالة الطبيعية اللي أنا استخدمه يكون حاولي على جين مقاومة للامبسيلين مثل ذاك ال PPR 322 ويكون حاولي على جين آخر يشفرني جين اسمه لاكزت وياها فتحة هاي الفتحة لا تنسوها شوها؟ هاي الفتحة اللي هنا هنا لا تنسوه إياها لأن هاي شوية الفتحة راح نتكلم عنها بعدين زين؟ فيسموها لاكزت جين جين اسمه لاكزت زين؟ هذا اللاكزت عادتين يكون حاولي أيضا ريستركشن سايت اللي هو بام اتش ون بام اتش ون بام اتش ون زين؟ اقدر افتح البلازميد يعني قلنا البام اتش ون هو ريستركشن انزايم فبالتالي اذا خبطت البلازميد ما تمزجت البلازميد مع انزايم البام اتش ون هذا المكان راح ينفتح وبالتالي اقدر احشر الجين مالتي وين؟ بنصف هذا الجين اللي هو اسمه لاكزت جين زين؟ نيو دي انا اي انسرتد ان ذا بام اتش ون سايت يعني دي انا اي قضعة جديدة اقدر احشرها وين؟ بموقع البام اتش ون اللي هو على سبيل المثال قلنا انسولين فرضا انسولين مثل ما اذكرت من المحاضرات السابقة اي جين اقدر انا ادخل هنا اي جين growth growth hormone gene الى اخر زين اذا حشقت الجين مالتي بهاد المكان ايضا اللاكزت جين بعد ما يشتغل احفوا ايضا اللاكزت جين بعد ما يشتغل ما يضطيني بروتين وبالتالي هذا الجين راح يصنر بيه تب خلنا افتهم شنو هاذا اللاكزات الجين و شلون اقدر افهم هاي الخطة هذا الرسم جدا مهم اكو عندنا بداخل الخضية البكترية اكو بروتين اسمه بيتا غالاكتو سايدز مجيد اسمه بيتا غالاكتو سايدز هذا البروتين عندنا مسؤول عن عملية تكسير السكر الثنائي الغالاكتو سايدز الى غلوكوز ولاكتو سايدز اذا نجح هنا راح تلقون هاي المحلومات في هذا المكان زيب ف انيوي في مكان ما اه هذي اذا نعدي الان هذا الجين اللي هو اللاكزات هذا الجين مسؤول عن انتاج بروتين اسمه بيتا غالاكتو سايدز وهذا البيتا غالاكتو سايدز هو عبارة عن انزيم لان احنا عرفنا انه كل جين يطيني بروتين والبروتين قد يكون انزيم قد يكون هرمون قد يكون بروتين تركيبي المهم فهذا الجين مسؤول عن انتاج بروتين اسمه بيتا غالاكتو سايدز بيتا غالاكتو سايدز هذا الانزيم اذا اقو سكر ثنائي اسمه لاكتو سوي لاكتو سيكسر لي الى سكر غلوكو سايدا انة جيكسر لاكتو سوي المن إلى سكر أحادي كلوكوز زائد سكر أحادي اسمه غالاكتوس بالحالة الطبيعية خلية البكترية الإيكولاي عندنا احنا هذا البروتين اللي هو البيتا غالاكتوسايديز مكون من دومين يعني خلي نقول جزئين مكون من جزئين بالحالة الطبيعية الإيكولاي الإيكولاي تكون حاوية على جين موجود بالكروموسوم يطيني نص الإنزايم بعد وإنزيم البيو سي ناين يكون حاولة على جين يطيني نص إنزايم ثاني نص الإنزايم البيتا غالاكتوساي يعني خلي نفروف كالتالي إنزايم البيتا غالاكتوسايديز عبارة عن إنزيم مكون من جزئين عبارة عن إنزيم مكون من جزئين الجزء الأول يشفر جين موجود على الكروموسوم والجزء الثاني يشفر جين موجود عليمن على بلازميد بيو سي ناين يعني عدي هذا هنا لك زت فتحة جين هذا هنا الجين يطيني جزء من بروتين البيتا غالاكتوسايديز الجزء الثاني من هذا إنزيم البيتا غالاكتوسايديز يشفر الجين ثاني موجود وين بالكروموسوم أعيدا عدي الآن بالإيكولاي سعيفوا لي هذا الرسم خلنا نركز بس بهذا الرسم عدي الآن بالإيكولاي إنزيم اسمه بيتا غالاكتوسايديز هذا الإنزيم زين مكون من جزئين الجزء الأول يشفر جين موجود على الكروموسوم والجزء الثاني يشفر جين موجود عليمن على البلازميد بيو سي ناين نصف من هذا العفو الجين اللي موجود على الكروموسوم رح يشفر لنص البروتين شوفوا هذا النص والجين اللي موجود على البلازميد هاي الدوار البلازميد بيو سي ناين رح يشفر لي نصف بروتين البيتا غالاكتوسايديز بالسيتو بلازم رح يتحدن هذا النص مع هذا النص رح يكون لي جزئة كاملة complete بيتا غالاكتوسايديز molecules زين إذا الآن موجود عدي بلازميد يطيني نصف بروتين البيتا غالاكتوسايديز وردي عدي بالبكترية نصف البروتين أيضا موجود أو يشفر من الكروموسوم رح تنتج لي جزئة كاملة هاي الجزئة الكاملة هي اللي قادرة على تحويل السكر الثنائي إلاكتوس إلا غلوكوس زائد الغالاكتوس أوكي طيب إذا الخلية البكترية ما بيها بلازميد ش رح يصير رح يطلع لي نص البروتين البيتا غالاكتوسايديز من الكروموسوم بس هذا النص يكون inactive مفعال بالتالي هذا الإنزيم إذا أكو موجود سكر ثنائي موجود بالميدية اللي هو سكر اللاكتوس هذا النص انزيم ما يقدر يحطم لي جزئة السكر الثنائي اللاكتوس إلى غلوكوس والاكتوس لابد إنه أكو بلازميد والبلازميد يطيني نص البروتين ويتحدى نص جزئة البروتين اللي ناتجة من الكروموسوم ونص جزئة البروتين ناتجة من البلازميد ويطيني جزئة كاملة زين هاي الجزئة الكاملة من انزيم البيتا غالاكتوسايديز هي اللي قادرة على تحطيم سكر الثنائي نرجع للرسم مالتنا بالصفحة السابقة قلنا انه نصف من هذا الجين مالتي مشفر على اليمن على هذا البلازميد اللي هو البلازميد طيب سؤال اذا الان انا عدي بلازميد طبيعي بعد عملية الميكسشار ما دخل الجين مالتي وين بداخل اللاكزت اذا اللاكزت هنا عدي شغال بالتالي اذا البلازميد سوف ينتج لجزئة بيتا غالاكتوس كاملة وبالتالي هاي الخلية اللي يحاوي على البلازميد تكون قادرة على تحطيم مادة اللاكتوز وتحولها الى سكر وحادي غلوكوز طيب اذا دخلت انا جين الانسوري المالتي او الجين اللي انا اريد احشرة مالتي في داخل اللاكزت جين اذا دخلت هنا انا اللاكزت جين بعد ما يشتغل فبالتالي حتى لو الخلية مالتي حاوي على بلازميد ما رح تنتج لنصف البروتين ماتي ليش ما رح تنتج لانه الجين الانسورين مات عفو الجين الانسورين او الجين اللي انا دخلته انحشر وين بمكان اللاكزت ولما انحشر سوالي ان اكتيباشن بعد ما يطلع منعدها بروتين فبالتالي حتى لو الخلية حاوي عليها من على بيو سي ناين زين ما رح ينتج لي جزئة كامل مين من البيت اقلات وسعي جز طيب هنا بهاي الحالة عدي خلنجل هذا الطبق الان انا عدي هاي الطريقة شوية احسن واسرع ليش احسن واسرع حسن شو فانما نحتاج بيها طبقين مثل الطريقة السابقة وانما كل ما في الامر انه اقدر اميز الكولوني عن طريق لونها بالطبق ماتي اكو مادة شبيهة باللاكتوز اكو مادة شبيهة باللاكتوز اسمها اكس قال مثل سكر الثنائي اللاكتوز خوش مثل السكر الثنائي اللاكتوز هاذي اذا 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 بكتر يحاوي علي جزئة بيتا كالاكتوسايدس كامل رح مادة الاكس قال تتكسر شون اللاكتوز يتحول الى كلوكوز وكالاكتوز بس هذا الاكس قال زين رح يتحول لي إلى مادة لونها أزرق زرقاء فقط مزيين؟ لما تنكسل مادة زرقاء فبالتالي إذا عدي الخلية حاوي على ما بيها انسات الجين راح يطلع لي انزيم هنا اسمه بيتا غالاكتوسايدز والانزيم هذا راح تفرزها هاي الخلية البكتيرية خارج جسمها إذا الميديا ماتي حاوي على الانالوج يعني شبيه اللاكتوز اللي هو مادة اسمها اكس غال اللاكتوز راح يكسر الأكس غال ورح يتحول الناتج مادة الأكس غال إلى مادة لونها أزرق فبالتالي الخلية البكتيرية راح يصير لونها أزرق بس الخلية اللي غير قادرة على انتاج البيتا غالاكتوسايدز لأنه صار insertion inactivation لأنه الجين مالتي دخل داخل اللاكزت جين بالتالي البلازميد بعد ما يقدر يطي نص البروتيين البيتا غالاكتوسايدز بالتالي الخلية البكتيرية ما راح تنتج بيتا غالاكتوسايدز راح تنمو المستعمرات بشكل white colony هاي الطبق بالإضافة إلى مادة الأكس غال حاوية على الأمبسلين إذا نرجع أثنان راح نشوف أنه البلازميدز حاوي على الأمبسلين جين فبالتالي الآن خلي مجرد أنه أعيد شرحها بشكل سريع وسلس حتى تكون واضحة الفكرة إجيت آني بلازميد ريكمبنينت مو بلازميد سيرف لايكاتي أول شي مجرد أنه بعد ما سويت عملية لايكيشن راح أجيب طبق حاوي على ميديا مثلا نيوتراند أقار وأضيف بداخل الميديا أمبسلين واضيف مادة اسمها أكس غال فبالتالي شاكوبكتيريا دخلها بلازميد البيو سي ناين راح تنمو ليش؟ لأنه حاوي على الجين الأمبسلين سواء كان سيرف لايكات أو سواء كان حاوي على DNA molecules يعني حاوي على الانسرت الجين راح تنمو الخلايا البكتيريا اللي ما دخلها بلازميد ما راح تنمو ليش؟ لأنه ما حاوي على بلازميد لأنه ما حاوي على بالتالي ما تقدر تطينه جين يعني بروتيني قاوم الأمبسلين لأنه الجين مقاومة الأمبسلين موجود فقط على البلازميد فشكوا بكتيريا ما بيها بلازميد ما راح تنمو هاي أول خطوة خلاصنا بعد بالنسبة للسيلف لايكاتيد اللاك زيت راح يشتغل ما بي مشكلة فبالنسبة للسيلف لايكاتيد شرح يصير؟ راح السيلف لايكاتيد بلازميد نورمون راح يطلع لي نص بروتين البيتا غلاكتوسايدز نص بروتين بيتا غلاكتوسايدز بيتا غلاكتوسايدز همات أورادي طالع لي 100 من الكروموسوم وراح يتحدن ذن النص صين وين بجزئة السايتوب لازم وراح يتكون لبروتين اسمه بيتا غلاكتوسايدز كامل الميديا مات تخليلها مادة اسمها اكسقال الاكسقال يشبه سكر اللاكتوسايدز راح تميزها راح تكسرها لمن راح ينكسر راح يصير لونها أزرق بس لمن ما مكسور لونها مو أزرق لمن راح ينكسر راح يصير لونها أزرق البكتيريا اللي كسرتها داير ما دايرها وهيها همات راح تصير لونها زرقا راح يصير لونها أزرق فبالتالي البكتيريا اللونها أزرق اعرف انه حاوية على بلازميد ما دخل الجين ما دخل الجين طيب نرجع بالنسبة للبلازميد اللي دخلت للجين اللي صار بعملية انسيرشن اللي سوالي جزي اتريكمبين دينا موليكوز شن اللي راح يصير اللي راح يصير انه لاكزة الجين ما راح يشتغل فاذا ما اشتغل شنو هذا النص البروتين مات البيتا ما راح ينتج فاش راح يصير عدي راح يصير عدي بس نص بروتين مات بيتا غالكتوس هذا النص غير كافي ما كسر لمادة الاكس caliber اذا ما كسر لمادة الاكس caliber فاش راح يصير راح اللون يبقى ابيض فتطلع المستعمرة اللونها ابيض فالمستعمرة اللونها ابيض اعرفها انه هاي حاوي على يمن على البلازميد مال t اللي هو حاوي على يمن على الجين ماتي من المهم جدا انه قراءة هذه الصفحة بتماعهم لانه بدون قراءة هذه الصفحة ما راح تخيم شي إذن هنا نعدي هاي العملية مجرد إنه insertion inactivation الجين اسمه لاكزيت جين يطين بروتين اسمه بيتا أما هنا بالسابق فعملية insertion inactivation صارت لوين بجين مقاومة مضاد الحياتي فإذا صار عملية insertion رح يسوي inactivation المن لجين مقاومة المضاد الحياتي اللي هو التتراسيكلي زي قد نجي نتكلم عن من نشرح مالتها حتى نفهمها يقول insertion inactivation معنى عملية الحشر اللي يزيل عملية الوظيفة ما نتمه doesn't always involve antibiotic resistance مو دائما أني أستخدم insertion inactivation فقط للantibiotic resistance مزين أكو جينات أخرى ثانية أقدر أني أستخدمينها عملية insertion inactivation most modern بلازميد فيكتور بالنسبة للبلازميدات الحديثة اللي نستخدمها بعملية الكلوانة used another system تستخدم لسيستم آخر يعني عملية insertion inactivation مو الantibiotic resistance وإنما نظام آخر مثال على ذلك عدنا بلازميد اسمه بيو سي ايد ثمانية مثال بالسابق يعني بهذا الشرح السابق استخدمنا insertion inactivation المن الantibiotic resistance الجين لجين المقاومة المضادة حياتي اسم البلازميد اللي استخدمنا PPR 322 ولكن بهذه الخطوة هنا راح نستخدم بلازميد آخر اسمه بيو سي ايد ثمانية هذا البيو سي ايد ثمانية مثل ما قلنا which carries يعني يحمل ambicillin resistance gene gene مقاومة المضادة حياتي اللي هو الambicillin بعد وجين آخر اسمه laxz كما زين اللي تكلمنا عنه laxz كما كما يعني هاي الفتحة اللي هاي موجودة which codes for part of the enzyme beta galactocydides laxz فتحة او laxz كما يشفر لجزء نصف المين من انزيم اسمه beta galactocydides cloning with the buc9 عفوا cloning with the buc8 involves insertional inactivation of laxz gene يعني عملية الكلوانة باستخدام البلازميد ال buc8 نستخدم لها عملية insertional inactivation المن لللاxz gene كما with the recomponant identified because of their ability to synthesize beta galactocydides نستخدم خلية بكتيرية هذا الكلام معناها with the recomponants identified because of their inability to synthesize beta galactocydides بالتالي الخلية اللي صار بيها recomponants يعني اللي صار بيها عملية يعني اللي دخلها بلازميد وهذا بلازميد recomponant dna اقدر اني اميزها من خلال عملية تثبيط inappality to synthesize يعني عدم قدرتها على صناعة beta galactocydides اللي هو الانزيم اللي تكلمنا عنه قبل قليل شنو هذا قال انزيم beta galactocydides خب اجيبك بالانتحان beta galactocydides هو عبارة عن انزيم يطلب او يحتاج يعني involved انذا بريكينج داون يكسر لي مادة اللاكتوز المن الى glucoz زادا galactose بعض الاحيان البكتيرية سواء كانت بكتيرية ايكولة او غيرها سكر اللاكتوز ما تقدر تستفاد من عده فلازم تكسره الى glucoz زين تكسر السكر الثنائي اللي هو اللاكتوز الى سكر احادي glucoz و galactose يعني السكر الثنائي لاكتوز يتكون من glucoz زادا galactose انزيم galactocydides رح يكسر هذا السكر الثنائي المن الى مكونات الاحادية بالتالي البكتيرية رح تستخدم سكر كلوكوز حتى تطلع يعني كمصدر للطاقة فبالتالي الgalactose هو عبارة عن انزيم يكسر للسكر الثنائي الى محتوياته السكر الثنائي اللاكتوز الى glucoz و galactose it is normally coded by the gene لاكتوز عادة يشفر انزيم لاكتوز هذا اللاكتوز وين يكون موجود موجود بالكروموسوم بعض انواع الخلايا البكتيرية اللي هي من نوع ايكولاي يكون اللاكتوز الجين مالتها محور بحيث انه نصف البروتين ازين وان ذات لاكتوز البروتين يعني نصف البروتين يكون مفقود زين نرمز لها باللاك زت فتحة and coding for alphabetized portion خلي شوي ارجع لكم للرسم حت تكون مارحة بالنسبة لهذا الجين نصف يكون موجود على الكروموسوم ونصف الثاني يكون موجود على البلازميد النصف الثاني اللي موجود على البلازميد يسمو يسمو ألفا ألفا يعني جين ألفا وهذا ما قل نقول جين بيتا أوكي والجينين رح يطين لانتجة بروتين ألفا والدوخ بيها الألفا يعني جزء البروتين ألفا يكون موجود على البلازميد تستطيع أنه تصنع للإنزيم شوكت فقط إذا حاوي على البلازميد بي و سي ناين أي ترعفو ذات كري اللي يحويل عليماً على الجزء المتمم للجين يعني يعني فقط مجرد بشكل سريع أشرحها مرة أخرى بعض أنواع البكترية بعض أنواع البكترية بالطبيعة حي حتشي بالطبيعة مو بالهندسة ورافية مو بالمختور تكون حاوية على شنو على لاك زت جين كامل الجزئين ألفا و بيتا وين على الكروموسوم فتقدر مباشرة من الكروموسوم تطلع بروتين كامل زين ولكن بعض أنواع الإيكولاي المهندسة ورافين يكون جزء من الجين اللي مسؤول عن إنتاج البيتا غالكتوسايد اللي هو الجين اسمه لاك زت الجين اللي يطلع عنه البيتا غالكتوسايد اسمه لاك زت بعض هذه الجينات تكون فاخدة إلماً إلى جزء هذا الجزء إذا كان موجود بالبلازميد رح تتمم بي إذا كان غير موجود بالبلازميد البكتيريا غير قادرة على صناعة بيتا غالكتوسايد بالنسبة لتجربة الكلونة بيقول بالنسبة لتجربة الكلونة بيقول بالنسبة لعملية الكلونة التجربة الكلونة اللي نستخدم بيها بيو سي ايت هذي تطلب لنا عملية أول شي سيلكشن إلماً للخلايا البكتيرية اللي يسوينا لها عملية ترانسفورميشن اللي نسميها خلايا الترانسفورمتس يعني الخلايا اللي صارت لها عملية الترانسفورميشن أول شي نميها علي معاً الامبيسيلين أقار بعد ذلك كآني شو سيغرينين يعني أكشف أكشف عن شنو عن فعالية إنزيم البتا غلاكتوسايدز حتى أميز الخلايا اللي صار بيها اللي دخل لها جزيئة الريكمبنينت ديين عيم ولكلولز اللي سميناها ريكمبنينت الخلايا اللي تكون حاوية هاربور يعني حاوية على نورمال بيو سي ايت تكون اللي بلازمي إدمارتها همات مقاوم للامبيسيلين وهمات قادرة على صناعة جزيئة البتا غلاكتوسايدز متل ما تكلمنا بس بالنسبة للخلايا اللي ريكمبنينت الخلايا اللي دخلها بلازميد حاوية على جين بمكان بمكان اللاك زت كومن تكون أين المقاومة للامبيسيلين همات تلمو على الطبق اللي يكون حاوية على الامبيسيلين بس تكون غير قادرة على صناعة البتا غلاكتوسايدز ليش لأنه نصف الجين موجود على البلازميد وهذا نصف الجين اللي موجود على البلازميد ما يشتغل ليش ما يشتغل لأنه الجين ما تمات الإنسولين حشرته بمكان أو بنص ها يعني عملية الكشف عن فعالية البتا غلاكتوسايدز هل هي موجودة هاي الفعالية أو غير موجودة تكون عملية جدا سهلة بدل ما أستخدم اللاكتوس اللي هو ينقسم إلى جلوكوز و غلاكتوس إذا عدي شنو إذا عدي جزيئة بيتا غلاكتوسايدز تكون نستخدم مادة شوية تختلف slightly different that is also catalyzed by بيتا غلاكتوسايدز أيضا البتا غلاكتوسايدز يقدر يكسرها أيضا يقدر يعني يكسرها also catalyzed يعني أيضا تحفز طلب من المهم جدا لما تقرأ الإنجليز إنه ما تقرأ ترجمة حرفية لأن الترجمة الحرفية ما رح تفهم شي من عليهم هذا يطلب الاكتوس أنالوج أنالوج معناها شبيه مماثل نظير مادة تشبه اللاكتوس اسمها أكس غال هذا الاسم المختصر العلمي 5 برومو 4 كلورو 3 اندولين بيتا دلتا غلاكتوب ارينوسايدز هذا الاسم العلمي مادة مادة الأكس غال ماذا مادة الأكس غال لما تنكسر بيمن بإنزيم البيتا غلاكتوسايدز which is broken down by بيتا غلاكتوسايدز يعني أيضا تكسر تطيني product تطيني ناتج that is colored يلون ديب بلو لون كل أزرق ديب بلو معنى لون أزرق غامر if اكس غال is added to the agar إذا ضكن مادة الأكس غال المن للأقعر ويا من along with the ambicillin ويا ambicillin then بالتالي non recombinant colonies الخلايا اللي ما صار لها عملية recombination يعني البلازميد مادتها ما دخل يعني self-ligated blasphemy يعني colonies اللي يحاوي على self-ligated blasphemy the cell of which هاي الخلايا اللي يحاوي على self-ligated blasphemy راح تستطيع صناعة إنزام البيتا galactrosydez وبالتالي إذا استطعت بناء هذا الإنزيم الأكس غال راح ينكسر ولما راح ينكسر راح يطين لون أزرق وبالتالي لون المستعمر راح يكون أزرق بينما الخلايا اللي حاوت على بلازميد وهذا البلازميد حاوى على الجين اللي هو جين الإنسولين مثلا قلنا فبالتالي اللاك زد الجين ما راح ينتج لبروتين بيتا galactrosydez وبالتالي تكون المستعمرة لونها أبيض will be white this system هذا النظام اللي استخدمنا يسموه lack selection يسموه lack selection وهذا نقدر للاحظة بمن بالفقر 15 اللي اشرحنا قبل شوية بس شوية ملاحظة note ملاحظة both ambicillin resistance and the presence or absence of beta galactrosydez activity يعني يعني كل من عملية مقاومة مضاد ambicillin والكشف عن من عن فعالية beta galactrosydez are tested for one single agar plate اثنين ب plate واحد ومثل الطريقة السابقة احتاج بها plate واحد غالبي ambicillin واحد غالبي tetracycline there is no need for the time consuming replica plating step ما كو داعي انه استخدم مثل الطريقة السابقة اللي يسميناها replica typing plating step وبالتالي هذا time consuming يعني هذا راح يختصر للوقت ولي هذه العملية اللي هي replica plate تكون عادة علما ل plazmy الطريقة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طلاب فقط قبل بدء بإشارة المحاضرة الرابعة حبيت إشارة إلى التالي عندنك powerpoint وعندك ملف pdf سواء تقرأ powerpoint أو تقرأ ملف pdf ما كو أي مشكلة زين هي نفس المادة ونفس المحاضرة قبل أن أشرع بشرح المحاضرة الرابعة حبيت أنه أبين شيء على الورقة والقلم حتى تكون الأمور واضحة جدا أمامكم بالنسبة ل يعني عملية الإنتاج للبروتينات من الجين المكلون يعني من جزائة recombinant molecules واللي راح نتكلم عنها لا بد أنه تستذكرون بعض الملاحظات بالأحياء الجزائي للمحاضرات السابقة اللي أخذتوها بالمرحلة الثانية وهي كالتالي عدنا عادة كل جزائة DNA هي عبارة عن double helix مثل ما تعرفون كلكم وجزائة DNA تتحول بعملية transcription ل ل تتحول جزائة RNA فعدي هنا ل trans يحول يعني عملية trans يتحول double helix إلى single strand mRNA RNA وطبعا RNA هو فقط للجين لأنه مثل ما تعرفون على سبيل المثال عدياني قطعة DNA هاي 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 طولها الجين فقط نقول إنه كبرت هاي المنطقة هذا هو الجين المنطي على سبيل المثال بالحالات normal هذا DNA أيضا هذا double helix نفرض أنه هاي المنطقة كبرت هاي بعملية Transcription رح فقط هاي المنطقة تتحول إلى RNA اللي هو Single strand ثم بعد ذلك بعملية Translation رح يتحول RNA إلى Protein هذا Protein 3D structure يعني Protein يتحول RNA إلى Protein طيب عادة عادة عدنا الترانسكريبشن التم عن طريق إنزاين نسميه RNA Polymerase وعادة عدنا الترانسليشن التم عن طريق مجموعة إنزيمات ولكن أهم إنزيم أو أهم بروتين يقوم بعملية يعني أساسي بعملية الترجمة هو الرايبوسوم وإذا تذكرون إنه الرايبوسوم يتكون من وحسين small subunit S1 وlarge subunit اللي هي S2 S1 S2 طيب فالتم عملية الترجمة طيب كيف تم عملية الترجمة عدنا عادة بشريط DNA أكو مكونات أساسية يعني مثل ما ذكرت إنه لما نيجي الآن هذو نفرض هذو شريط DNA اللي عدي ونفرض إنه منا لهنان خلي نقول مثلا الف Pace pair موجود هنا عدي وبالتالي حتى يتحول هذي الف Pace pair هذو هذو جين حتى يتحول هذا الجين إلى protein معين لابد إنه يمر بالخطوات السابقة اللي هي Transcription و Translation جين فقلنا إنه بالبداية أول خطوة أساسية إنه يأتي إنزيم يسموه RNA Polymerase وهذا RNA Polymerase هو اللي يقوم بعملية استنساخ DNA ويحاول إلى RNA طيب كيف يتم هذا أمر إذا نجي للجين لابد إنه أكو شي يسموه signals قبل الجين نرمز الآن double helix نسويها single يعني نرمز لأنه بline واحد بدل ما نرمز بدل ما نشرحها بشكل شريف مزدوج بعدنا الآن هذا الجين الجين هذا نسميه coding area coding area معناه إنه المنطقة اللي المشفر للبروتين non-coding area يعني المنطقة اللي غير المشفر للبروتين لازم أكو signals حتى يتحول الجين إلى بروتين شينو هذي السيغنالز عدنا شي اسمه promoter قلكم لازم تعرفون شنو البروموتر باعتبار أنه مغضي بالمرحلة الثانية البروموتر هو عبارة عن sequence يسبق الجين هذي النقطة الأساسية اللي هنا نسميها transcription start point يعني منطقة بدء العملية الترانسكريبشن start point واللي تتبعها مباشرة الstart code اللي هي دائما تكون ATB المفروض هذي المعلومات حضراتكم كل أنا أخديها مثل ما قلنا بمن بالمحاضرة بالمرحلة الثانية وعدنا هذي السيغنال الأولى اللي هو البروموتر من ضمن البروموتر أكو سيكوانس معين من ضمن البروموتر هل نشير ribosome binding site ribosome binding site زين اللي هو موقع ارتباط الribosome اللي يصير عدي الآن نخلي نعيد رسمها بشكل أوضح اللي يصير هو كالتالي عدي الآن هذا هو البروموتر يعني البروموتر يكون إذا نرجع للرسم هنا يكون هنا قبل الجين إذا فرضنا إنه هذا هو الجين ماتي اللي هو ما بين خطين فلازم البروموتر يكون وين قبل ه زين البروموتر عادتين يكون قبل زين فبالتالي عدي عن هنا بروموتر تم وبعد ذلك تيجي للجين تم وبعد ذلك يجي المنطقة اللي ATG وهنا stop codon اللي هي TGA هنا عادة تتوقف عملية الترجمة وهنا يجي نسميها sequence terminator هذا sequence نسميه terminator اللي يصير هو إنه البروموتر هو المنطقة اللي يجع بها الريبوسوم ويرتبط الRNA عفو الريبوسوم ويرتبط يعني آن سحنا نتكلم الآن على شرية DNA فبمنطقة البروموتر أكو sequence معدد محي محدد نسميه boxes هذي نسميه box minus 10 وهذا box minus 35 وسرح نجي نعرف شون هذا box minus 10 و box minus 35 هلا حرف به زي بالbox minus 1 وbox minus 2 هذي عبارة عن sequence يعني شون ATG sequence DNA RNA polymerase يأتي يرتبط عليه سنفرض إنه RNA polymerase يرتبط على ذن sequence رابط لما يرتبط RNA polymerase يبدأ الان بعملية الانشييييشن الانشيييشن الانشيييشن الي هي اول خطوة الي هي عملية بدأ ثم بعد ذلك لما يبدأ هذا RNA polymerase لما يبدأ الان بعد عملية الارتباط راح يبدأ بعملية الاستنساخ راح يبدأ بعملية الاستنساخ طيب خلنرجع مرة ثانية نشفح ال sequence بأكثر تفاصيل إذن الآن عدي جين اللي هو coding area هنا عدي start codon اللي هي أول codon موجودة من ضمن الجين هنا عدي stop codon يدام يكون DGA أو TAA codon يتوقف عدها عملية الترجمة وهنا عدي sequence محدد اللي هو يسمو terminator promoter وهنا عدي sequence محدد طبعا بكل sequence يسمو promoter وقلنا إنه promoter إذا ريد نيجي هنا نقول هذا start codon نسميها موجب 1 1 فبالتالي يعني هاي ATG فالA هي موجب 1 T موجب 2 G موجب 3 لما نقول موجب يعني شنو يعني بدء نحسب sequence من من أول codon اللي هي A من أول قاعدة نيتروجينية فشغل طولة هذي الجين بتقع نفرض 1000 جين 1000 بس بر بالتالي آخر واحدة اللي هي عد سبيت بس A سيكونس موجود قبل start codon اللي هي ATG نرمز لها بال minus وبالتالي لما نقول minus 10 books minus 10 اللي أقصد بي إنه هذي الأولى منا هي minus 10 minus 11 minus 12 minus 30 minus 40 وهكذا ولما نأجل البوكس رقم minus 35 35 منا ابتدائي منا يعني منا يبدأ العدل minus 35 minus 36 minus 37 وهكذا بهذا الاتجاه هذين البوكسين الأساسيين هن الأماكن اللي يرتبط بيها RNA Polymerase بعد ضمن سيكونس البروموتر هذي اللي هو من ناريتنا زين أكو سيكونس خاص زين خلنا فرض لنا هذي السيكونس سيكونس هنا اللي هو موقع ارتباط الريبوسون يعني الآن عدي هذا DNA لما صار RNA باعتبار اجل ريبوسوم العفو اجل RNA Polymerase والRNA Polymerase حول لشريط الDNA المن إلى RNA فلما حول لشريط الDNA إلى RNA هذي المنطقة اللي هي الـ minus 35 زين لما رح يرتبط بيها الRNA Polymerase رح يبدي الآن على سبيل مثال من هذا السيكونس رح يبدو الآن يستنسخ ليا حول ليا المن إلى RNA لما حول ليا الRNA هذا السيكونس اللي هو قبل start codon أيضا استنسخ ليا هذا السيكونس اللي هنا أشار أشارنا لسابقا هو موقع ارتباط الريبوسوم الريبوسوم عبارة عن بروتين كبير يجي ارتبط ولكن عادة هو الhouse إذا تذكروا يعني هو البيت اللي عادة يتم بعمليات البناء ويبدأ بتحويل RNA المن اللي هو هذا الRNA يحول إلى بروتين فالسيكونس اللي موجود هنا هو سيكونس ريبوسوم هاذ السيكونسات اللي هي البروموتر والريبوسوم والتيرمينيتر التيرمينيتر طبعا هذا التيرمينيتر هنا الRNA بوليمرز لمن يوصل إلى هذا السيكونس السيكونس هذا يترجمة طبعا وبعدين لما يرتبط هنا يسوي في التركيب يسمو ستيم لوب ستيم لوب لما تبدأ عملية الترجمة لما يوصل هنا الريبوسوم وحتى RNA بوليمرز تتوقف العملية يسموها تيرمينيتر يسموها تيرمينيتر يتوقف هنا العملية فهذا يسمو ستيم لوب خاف تيجي في المحاضرة شي اسم ستيم لوب إذا الآن هذاني السيغنالز اللي هي البروموتر هذا واحد واثنين عفوا السيغنالز اللي هي البروموتر ونمبر تو اللي هو الريبوسوم بايندين سايتز اللي هو مكان ارتباط الريبوسوم ريبوسوم بايندين سايتز ولي هو دائما يكون موجود ضمن البروموتر وأضف الى التيرمينيتر هذاني السيغنالز أساسيات بدون وجود الديان ما يتحول الى بروتين إذن هذاني هن اللي شغلا واللي قوما بعملية تحويل الديان إلما الى جزئة بروتين أساسية هذي مقدمة المحاضرة طيب خلينتقل الان الى موضوع آخر اللي هو الأساسي السؤال هو كالتالي عن الان عندي جين وهذا الجين موجود ضمن دي نفرض هذا الجين الإنسولين نفرض هذا الجين الإنسولين زين واسوت لبي سي آر وكثرت وآخر شي بعد ذلك اجيت ارد الاسقوين بالبلازميد مالتي اللي هو البازميد المفتوح حتى اسوي جزئة الريكمبنان دي نا يعني هذي الان إنسولين هذي الان فيكتور زين وارد اسوي الان جزئة الريكمبنان دي ان اي موليكول عملية لسق الجين مباشرة بالبلازميد لازم تتم بشكل مهندس وراثيا يعني مو أجيبها مباشرة الجين أجي وألسق أين ما كان لعني إذا سقط أخذت الجين وكثرت بال بي سي أر وبعد ذلك قطعت الأطراف مالته واجيت مباشرة نسقط بالفكتور زين ما راح غالبا يشتغل ليش لأنه لابد أنه قبل أتأكد قبل لازم بروموتر وهذا البروموتر يكون حاوي على لأن البوكسين اللي تكلمنا عنه مائنس خمسة وعشرين مائنس خمسة وثلاثين ومائنس تن مائنس مائنس ثيرتي فايف مائنس تن ولازم بعد جين الإنسولين المكان اللي حشرت لازم أكو تيرمي نيتر زين يالله تقدر الخلية تقدر تمييز هذا الجين ويأتي الارانا بوليمراز ويرتغط ويحول لهذا الإنسولين جين الإنسولين محشور إلما إلى بروتين إذن الخطوة الأولى الأساسية إنه عملية الحشر مو عملية عشوائية عملية الحشر هي مو عملية حشوائية أبدا طيب السؤال الثاني عدنا عادة طبعا أكو بس فقط نقطة أساسية أحب أوضحها قبل أن ننتقل للموضوع الآخر قبل قليل هنا وذكرنا إنه عادة البروموتر مكون من بوكس 35 و يأتي RNA Polymerase ويرتبط بهذا المقامل فقط للإشارة RNA Polymerase عادة يتكون من أربعة قطع يعني أربع قطع ترتبط مع بعضها البعض وتكون لجزئة يسموها RNA Polymerase هذا RNA Polymerase هو عبارة عن أربعة سيجمنت سيجمنت معناها جزء مين من البروتين كل سيجمنت تنتج من جين موجود بالكروموسوم وبعد بالسايتو بلازم هذه الأربع قطعة البروتين ترتبط مع بعضها وتكون لتركيب يسموه Core RNA Polymerase بعد RNA Polymerase أيضا يتكون من قطعة خامسة يسموها Sigma Sigma محدد سميناه Minus 10 يعني يبدأ من Minus 10 وسيكونس آخر يسموه Minus 35 في الحقيقة Sigma Subunit هي اللي تجي ترتبط يعني يجي هذا Sigma Subunit يرتبط هنا يرتبط هنا هذه Sigma ومجرد ومجرد ما ارتبط تدت الأجزاء الأخرى للRNA Polymerase اللي هي الأربع أجزاء الأخرى وترتبط بمن بالSigma Subunit وبمجرد أنه تبدأ عملية الانشيييشن يعني عملية بدأ عملية الترانسيكريبشن Sigma Subunit راح يصير بيا ريليزين يعني راح يتحرر والأجزاء الأربعة هن اللي يقوما بعملية الترجمة طبعا هدا أكو تركيب هنا ورح يرتبط أيضا بSequence وهكذا فاللي راح يصير راح لأربع أجزاء ما هو بالحقيقة هيت شي راح يصير الارتباط يعني مو بهذا الشكل البروموتر عدن هنا موجود Sigma Subunit موجود هنا ترتبط بـ 35 عقو 10 ترتبط هنا بـ 35 وأكو أجزاء أخرى ترتبط وياما ويالأجزاء الأربعة لما يصير هذا التركيب هنا هذا التركيب نسميه Holo RNA Polymerism لما نتبدأ عملية الترجمة العفو الاستنساخ هنا جين هاي Start Codon ATG هذا Sigma Subunit راح ينفصل وهذه الأربعة أجزاء هي اللي تقوم بعملية الاستنساخ هي اللي تبدأ الآن بعملية الاستنساخ فهذه الملاحظة حبيت أنه أعرج عليها طيب نلجعل الآن الموضوع الأساسي من الأمور الأساسية إنه لازم نعرف إنه RNA Polymerism وكذلك الريبوسوم وكذلك الSequence الآن أذني بروتينات طبعا هذا يقوم بعملية تحويل مثل ما قلنا الDNA إلى RNA وهذا يقوم بعملية يعني يساهم بعملية الترجمة بالإضافة إلى بروتينات أخرى وأضف إلى ذلك AcuSequence اللي هو Terminator اللي هو يوقف لعملية الاستنساخ يعني RNA Polymerase رح يتوقف عنده ورح تتوقف عملية الاستنساخ ويصير Termination مفرد هاي الملاحظات كلها التماثية حضراتكم بالثاني ولكن والريبوسوم أيضا اللي موجود بالهيومن والتيرمينيتر اللي موجود بالهيومن يعني ذن اللي تسميه السيغنالز اللي رح تلاحظوهم بالمحاضرة بشكل واضح جدا هذن السيغنالز إذا أخذت الجين منتي اللي هو عالس بمثال إنسولين وأخذت ويا هذن السيغنالز اللي هي السيغنالز اللي يرتبط بي الRNA بوليمراز مات الإنسان يعني من داخل الإنسان يعني عن سبيل مثال عدي الآن هذا شريط DNA عائد لهذا الجين هاي مجرد كبرته وأخذت ويا السيغنالز اللي هو السيغنالز اللي يرتبط بي الRNA بوليمراز والسيغنالز اللي يرتبط بي الريبوسوم يعني السيغنالز مات الجين هذن يكون هن سميهن السيغنالز السيغنالز اللي يرتبط بيهن هذن الأجزاء أخذتهم من مباشرة من الجين ودخلتهم بالبلازميد يعني أنا نصار عدي جين زائد السيغنالز ماته كل المأخوذة من الإنسان ودخلت هذا البلازميد إلى داخل البكترية يعني أنا عدي هذا بلازميد أخذت هذا الجين أخذت ويا السيغنالز ماته اللي هو سيغنالز طبعاً لما نقول سيغنالز يعني سيغنالز ومن ثم هندست وراثين ودخلت البلازميد داخل بكترية برأيكم هل يتم عملية الاستنساخ ويتحول هذا الجين ماته إلى بروتين إذا دخلت السيغنالز ماته الجين أضف إلى السيغنالز ما رح ما رح يصير بعملية تحول من الجين إلى بروتين ليش لأنه السيغنالز اللي موجود بالإنسان يعني بالجين قبل الجين خاص بالRNA بوليمراز ماته الإنسان RNA بوليمراز ماته البكتيريا يختلف مئة بالمئة فبالتالي RNA بوليمراز ماته الإنسان يرتبط على السيغنالز ماته بس بداخل الخليه البكتيريا خب ما رح RNA بوليمراز مات الإنسان حتى يرتبط RNA polyمراز مات إيكولاي RNA polyمراز خاص بمن بالإيكولاي فبالتالي لما ننقل الجين ماته نقله فقط الكودينج فقط الكودينج آريا ماته أغلب السيغنالز كل هنا عيف ماته الإنسان أخذ فقط الكودينج آريا فقط الكودينج آريا اللي موجودة عدي فقط أخذها والسيغنس أتركه مات السيغنالز يعني البروموتر والريبوسون بايندينج سايتس والتيرميناتر كونين أتركه زين مين أجيب هذى النت سيغنس بالبلازميد ماتي البلاازميد ماتي على سبيب مثال هذا البلاازميد هذا الآن موقع خلو فرض هنا بام H1 بدنوع من أنواع الريستركشن موجود ضمن هذا البلاازميد وهنا ما أريد أحشر الجين ماتي لازم عفوان خلو فرض أنه هذي البلاازميد بمكان بام H1 اللي هو ريستركشن عن طريقة أقدر أفتح البلاازميد وأحشر الجين ماتي لازم أتأكد أنه المكان اللي حشرت بإن الجين ماتي يعني خلو فرض إنه هاي المنطقة لنكبر هذين خلو فرض إنه هاي المنطقة لازم أضمن إنه لازم المكان اللي راح أحشر به الجين ماتي أكو قبله سيكونس ماتو بروموتر وأكو هنا سيكونس مات تيرميناتر وهذا السيكونس البكترية الإيكولايت تقدر أتميزه عادة هذه الأمور أنا ما ليش عضا ما أدخل بيها مجرد إنه أشتري بلازميد من الشركة الشركة هي خالت لي بيه كل اللي أريد أقللكم إياها بيه إنه عادة لما أقوم بعملية الهندسة ورافية أخذ فقط الجين ماتي فقط الكودينج فقط المنطقة اللي تشفر للجين السيغنال اللي موجودة بالإنسان ما أخذه إذن من أجيبها؟ أحشر الجين ماتي في مكان خاص بالDNA insertion يعني عملية حش في مكان خاص موجودة بالبلازميد وهذا البلازميد لازم أنا متأكد مكان اللي خليت بيه الجين ماتي يكون سابقة يعني قبل أكوبروموتر وبعد أكو تير مياتر بعد أكو تير مياتر طيب حتى أتأكد إنه العملية تم بتماما بالمحاضرة راح تجيبكم أكو عدنا شي اللي تكلمنا عنه اللي هو هنفرغ الآن اثنان من الجين ماتي عشر اللي هو يبدأ من ATG ويمتهي ب Stop Codon وهي Start Codon Start Codon ويمتهي ب Stop Codon خلينا أفرض إنه هذا الجين ماتي هنا Stop Codon طبعا Stop Codon هي خاصة بالترجمة وهنا أنا أكو شي اسمه Terminator Sequence يتوقف عده عملية الاستنساء وهنا أكو Sequence البروموتر اللي يرتبط به الRNA Polymerase واللي يكون حاوي أيضا على Sequence الRNA Polymerase الريبوسوم حتى بعملية الترجمة إما يتحول يجي الريبوسوم يرتبط بال Sequence الخاص به اللي هو هذا هذا Sequence هو نفس هذا ويقوم بعملية الترجمة Translation بالبروموتر مثل ما قلنا قلنا أكو شي نسميناه Box Box معناها في التسلسل نسميناه صندوق Minus 10 يعني يبدأ من Minus 10 و Box هنا يبدأ من Minus 15 هذن الثنية هنا أساسيات لعملية ارتباط الRNA Polymerase هذن الثنية عادة تكون متشابهة يعني لما نجي الخلية البكتيرية نلقى إنه خلي نقول إنه أغلب الجينات أغلب السيكونس متشابه بس مو مئة بالمئة ورح أشرح بالمحاضرة لمن لمن رح نترجم المحاضرة ورح أشرح بالتفاصيل شنو معنى التشابه اللي أقصد به مرة رح يجيكم شي اسمه Strong Promoter ومرة ومرة ويكبروموتر نحن مثل ما قلنا قلنا البروموتر وظيفته إنه الRNA Polymerase يجي يرتبط به خش ويقوم بعملية تحويل الDNA إلى RNA اللي هو mRNA ماسنجر الRNA Polymerase الRNA Polymerase هذا السيكونس يميزه ويرتبط به مثل ما قلنا هذا السيكونس خلنا نفرض الآن لو رجعنا للمحاضرة الآن خلنا نجي نشوفها نشوف هذا السيكونس الآن موجود عندكم المينس 10 بوكس المينس 35 بهذا السيكونس تي اي تي اي اي تي 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 جي اي سي اي خلنا نفرض إنه هذا البروموتر قوي سترونج شنو معنى سترونج؟ معناه إنه الأفينيتي الأفينيتي معناها الارتباط الألفة ألفة الRNA Polymerase يرتبط بهذا السيكونس قوية لما الRNA Polymerase يشوف هذا السيكونس يرتبط البروتين بالDNA بشكل قوي لذلك عملية الاستنساخ تكون سريعة جدا لو فرضوا نتغير هذا الجي إلى سي رح يصير مثلا ضعيف متوسط فبالتالي عملية ارتباط الRNA بهذا السيكونس يقل بالتالي لما يقل عملية الارتباط مثلا الRNA Polymerase رح يقل عملية تلاحظون هاي الدوت هاي كل دوت معناها قاعدة نيتروجينية يعني على سبيل المثال خلنا نفرض إنه من هنا خلنا نقول عشرة أو تسعة هذا رقم عشرة هذا رقم داعش و اطناعش وهكذا يعني هذا السيكونس فبالتالي هنانا هذا السيكونس إذا كان ضعيف ويك يعني إنه الRNA Polymerase يرتبط بضعف طيب ليش الRNA Polymerase يرتبط مرة بقوة يعني ليش مرة نسمي هذا 'شرونج بروموتر.. ليش مرة نسميه ويك بروموتر هذا mijوز عن الموضوع رح أشرح هواين اثنى قراءة المحاضرة وترجمتني ورح تعرفون شن الفرق ما بين سيترونج بروموتر وما بين الويك بروموترا وليش مرة أحتاج الخلية مرة تحتاج سيترونج بروموترا ومرة تحتاجويك بروموترا زيح بالمحاضرة إيضا رح تلقون الان اكوفت شي اسمه البروموتر ريجوليشن البروموتر ريجوليشن اللي هو بهذا الشكل هذا الشكل الان موجود عدكم الان انا عدي على سبيه المثال جين ودخلت ااني وين بالمكان مرته خلنبدأ نقول انه على سبيه المثال هذي هنا عدي start codon منها تبدأ عملية الاستنساف يعني منها بداية البروتين تبدأ وهنانه تتوقف وهنانه تتوقف اهنانه termination اذا البروموتر يكون موجود هنا هذا البروموتر اذا الار انا بولمرايز يرتبط هنا بعض الاحيان يكون الجين مالتي اللي موجود بالبلازمية خلنفرض الان هذا عدي الجين وهي موجودة هذه الخلية البكتيرية هذا الجين لما يطبع من البلازمية يكون سام توكسك وبالتالي يكتب لي البكتيريا اذا انتج بكمية كبيرة لذلك احتاج انظم عملية الاستنساف فش يسوي اضيف مادة كيميائية chemical material هاي المادة الكيميائية تتنافس الارتباط 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 الامن البروموتر بالتالي اذا ارتبطت المادة الكيميائية بالبروموتر رح يقل عملية ارتباط الار انا بولي مریز ويامن والبروموتر بهذا الشكل اريدكم متفهموا ولو انا متأكد انه التماغدين هذه العملية بالثاني ولكن بشكل بسيط راح نتكلم عنها لأنه بالمحاضرة القادمة راح نتكلم بشكل تفصيلي عن الـ Regulation هاي المادة الكيميائية أثبت عملية RNA Polymerase أقلل من ارتباط RNA Polymerase فبالتالي إذا قللت من RNA Polymerase عدد النسخ الناتجة من الـ DNA إلى RNA تقل بالتالي إذا قلت راح البروتين أيضا يقل بالتالي إذا البروتين قل المادة السمية اللي موجودة باعتبار هذا البروتين بعضها يكون سام القلية البكتيرية راح يقل فهذه عملية التنظيم نسميها Regulation راح نسميها Regulation بالنسبة للمحاضرة راح تلقون أنه الكلام بالتفصيل راح أشرح المحاضرة بالتفصيل مجرد هذه الخطوات اللي تكلمت عنها مجرد فتشير refreshment للمحاضرات اللي أخذتوها بالثاني حتى تكون المحاضرة اللي راح أشرحها محاضرة واضحة جدا اليوم نتكلم عن الشروط اللازمة لإنتاج جزئة الـ Recomponent Protein من جزئة الـ Recomponent DNA Molecules نبتدأ المحاضرة بالسؤال نفرض على سبيل المثال هذا الجين الغريب هو جين الإنسولين بمعنى أنه Non-Bacterial Gene اللي أقصده بـ Foreign Gene هو Non-Bacterial Gene بمعنى أنه عملية اللسق العشوائي للجين في بلازميد معين إذا تمت هذه العملية بشكل عشوائي فبالتالي من غير المحتمل ينتج جزئة الـ Recomponent Protein السؤال هو أنه لماذا من غير المحتمل إنتاجية جزئة الـ Protein إذا تم لصغر جين بشكل عشوائي مع جزئة البلازميد عملية الإكسبرشن اللي هي نقصد بها عملية التعبير الجيني من الجين إلى البروتين حتى تتهم لابد من توفر سيغنال معين هذه السيغنال هي الأساسية لقراءة الجين وتحويله إلى جزئة البروتين هذه السيغنال هي شورت سيقونس من نيوكليوتايد ببتالي إذا يسأل أحد الشخص ما هو أنه ما المقصود بالسيغنال السيغنال اللي أقصد بها هو السيغنال اللي يكون متواجد ما قبل الجين وما بعد الجين من أجل قراءة وتحويل هذا الجين هذه الشفرة الوراثية الموجودة في البلازميد إلى جزئة البروتين إذن هو وظيفة هذه السيغنال هو عملية الإعلان عن وجود الجين للخلية حتى تقوم الخلية بعملية تعبير هذا الجين وتحويله إلى بروتين فبتالي it is a rule to advertise the presence of the gene and provide instruction for the transcriptional and translational apparatus of the cells إذن بالتالي هذا السيقونس هو الذي يحيي هذا الجين لعملية الاستنساخ وعملية الترجمة التي تتوم من الخلائط ما المقصود بالريكمبينت بروتين؟ الريكمبينت بروتين هي الجزئة التي تنتج أو جزئة بروتين تنتج من جزئة ريكمبينت دينا موليكولز بمعنى أنه تنتج من بلازميد موكلون أو بلازميد حاوي على جين هناك ثلاثة أنواع أساسية لهذه السيقونس So there are three most important signals for ecoli genes The promoter فبالتالي أنه النوع الأول من هذه السيقونس هو البروموتر النوع الثاني هو الريبوسوم بايندنج سايز سيقونس والسيقونس الثالثة هي الترميناتر البروموتر إذا أريد أن أعرف أنه الريجين في which the transcription of the gene will start إذن هو سيكونس معين يبدأ من عنده عملية الاستنساخ أو عملية التranscription في الإيكولاي the promoter is recognized by sigma subunit of the RNA polymerase حتى تم عملية الاستنساخ لابد أنه وجود الRNA polymerase الRNA polymerase يرتبط في الجين ويحول الجين من DNA إلى RNA حتى تم عملية ارتباط الRNA polymerase لابد من وجود sequence قبل الجين هذا sequence اللي هو موجود قبل الجين نسميه promoter هذا sequence يكون أساسي لعملية الاستنساخ بمعنى بدون وجود promoter لا تتم عملية الاستنساخ اللي يحدث به هو أنه الRNA polymerase يرتبط به هذا البروموتر طيب كيف تتم عملية الابتباط؟ الRNA polymerase مكون من أربع جزيئات مرتبطة مع بعضها البعض تنتج في المنجينات مختلفة وتكون جزيئة الRNA polymerase من أربع سيجمنت يعني أربع سيجمنت أو بيبتايد ترتبط مع بعضها البعض وهذا الارتباط يكون دائمي موجود في السيتولازم هناك جزيئة خامسة تسمى بالسيجما ساب يونيت هذه الجزيئة هي بيبتايد معين هو جزيئة سيجمنت أو بروتين ترتبط أيضا بالRNA polymerase وتكون تركيب يسمى الهولو RNA polymerase هذا السيجمنت أو السيجما ساب يونيت فاكتور يكون ارتباطها ديسوشيابل بمعنى أنه قابل على الارتباط والانفصال اللي يحدث أنه السيجما ساب يونيت هي اللي ترتبط بالRNA polymerase ترتبط بالسيجونس الموجود في البروموتر ثم بعد ذلك بعد ارتباط السيجما بالبروموتر يأتي المكونات الأربع للRNA polymerase وترتبط على السيجما ساب يونيت وبمجرد أنه تبدأ عملية الترانسكريبشن اللي هي الستيب اللي نسميها الانيشياشن بمجرد أنه عملية الارتباط تم وتم بعد ذلك عملية بناء سيجما ساب يونيت رح ينفصل والRNA polymerase الجزء اللي نسميه core RNA polymerase رح يقوم بعملية الاستنساخ للجين هذا السيجنال الأولى هو البروموتر السيجنال الثاني هو الريبوسوم بايندينج صعيب طيب حتى تتم عملية ترجمة الRNA الى بروتين لابد من وجود الريبوسوم اللي يرتبط بالRNA واللي يقوم بتحويل كودون الRNA الى كودون of protein بمعنى رح يحول لي كودون الـ RNA الى جزئة البروتين فبالتالي الريبوسوم بايندينج صعيب إذا ريد أعرفه أقول هو شورت نيوكلوتايد سيقونس ريبوسوم بايندينج صعيب إذا هو عبارة عن سيقونس أيضا وهذا السيقونس موجود في جزئة الـ RNA وبالتالي هو أيضا موجود في جزئة الـ DNA وبالتالي هو حول من DNA سيقونس الى RNA سيقونس هذا السيقونس يكون أساسي لارتباط الـ RNA يعني عفوا لارتباط الريبوسوم وبالتالي الريبوسوم يميز هذا السيقونس يرتباط فيه فو شورت نيوكلوتايد سيقونس ريبوسوم at the point at which it should attach to the mRNA molecules The initiation codon of the gene is always a few neoclutايد downstream of this side بمعنى إنه هذا السيقونس الريبوسوم بايندينج صعيب دائما يكون موجود ضمن البروموتر بعد البروموتر أكو كودون الأولى اللي هي الـ start codon اللي هي دائما الـ ATG تكون بعد الريبوسوم بايندج صعيب وهذا شيء طبيعي طيب السيقونس الأخير اللي هو السيقونس هو سيقونس الترمينيتر وهذا الترمينيتر عادة إذن ردنا عرفة نقول إنه which marks the point at the end of gene where transcription should stop إذن هي سيقونس اللي تم بي عملية الترمينيشن إلما لعملية الاستنساخ إذن هي سيقونس at which the transcription should be stopped وهذا الترمينيتر is usually neoclutايد sequence وهذا الـ neoclutايد sequence عادتان تكونون pass pair with itself بالنهاية وتكون steam loop structure والفاجة من steam loop structure هو إنه RNA polymerase دمان يوصل إلى steam loop structure راح ينزلق بطريقة ميكانيكية وتتوقف عملية الترانسكريبشن إحنا نعدنا في فيجار معين يوضحن المكونات اللي تم شرحة أو السيقنال الأساسي نعدنا على سبيل المثال هو سيقونس البرموتر ونانا هو سيقونس الريبوسون بايندك سايت ثم بعد ذلك تبدأ الترانسكريبشن start point اللي هي تبدأ عن تنباتجين والجين ومن ثم أكو سيقونس آخر هو الترمينيتر اللي تم بعملية إيقاف الترانسكريبشن وبالتالي بعد الترانسكريبشن الجزائية الRNA موليكول ستتوقف عن عملية النسخ وهذا الريبوسون بايندك سايت هو الpoint at which a ribosome binds to the mRNA وبالتالي لمن يرتبط الريبوسون بالmRNA في هذا الموقع راح تبدأ ترجمة الRNA إلى جزائية بروتين من الأمور المهمة جدا أنه بالبرموتر حتى يرتبط الRNA بالبرموتر أدي two sequence أساسيات لو فرضنا أنه هذه النقطة هي A اللي هي start codon ATG كل sequence قبل الATG نرمزها بالسالب يعني بعد A على سبيل المثال بهذا الاتجاه لو كانت C راح يكون رقمها سالب 1 بعد C على سبيل المثال T اللي هو الثايمي راح نرمزها بالسالب 2 وهكذا فبالتالي عدنا two boxes which is quite important to be understood هذي two boxes هذي T هنا مكانه هو سالب 10 فبالتالي هذي سالب 2 سالب 2 سالب 3 وهكذا وهذا البوكس أيضا وهذه السيقونس عادتا هذي السيقونس يكون في الغالب متشابه في معظم البرموترات هذا السيقونس هذا السيقونس هو السيقونس الtwo boxes يعني البوكس اللي هو الـ minus 35 والبوكس اللي هو الـ minus 10 هو السيقونس الذي يميز من قبل الRNA بوليمراز ويرتبط عليه جزئة بروتين الRNA بوليمراز إذن هذا السيقونس يكون عادتا موجود ضمن البرموتر بالإيكولاي في معظم الأحيان يكون هذا السيقونس بالأنامولز يكون السيقونس ماتل 35 مختلف والسيقونس ماتل 25 بوكس يكون بهذه الكيفية وبالتالي RNA بوليمراز تكون قادر على تمييز هذه البوكس والأفنيتي ماتل الارتباط تختلف باختلاف السيقونس طيب السؤال هناك سؤال جدا مهم بمعنى سيقونس في برموتر سيقونس الريبوسون بايندين سيقونس الترمينيطر بالإيكولاي هو غير السيقونس اللي موجود بالهير أورغانيزم على سبيل المثال بالحيوانات النباتات وكذلك بالإنسان فبالتالي إذا جبنا الآن الجين بالسيقونس ماتة من الإنسان ودخلنا بالإيكولاي الRNA بوليمراز مات الإيكولاي ما راح يرتبط على البرموتر مات الإنسان لأنه السيقونس الارتباط مختلف هل نقرأ ونشوف شي قوله هنا وهذا صحيح ببعنى إنه السيقونسات يكون مختلفة إذن الRNA بوليمراز ماتة راح يكون مختلف وبالتالي سيقونس البرموتر ما للإنسان أو ما للنبات أو ما للجين لا يمكن تمييزة من قبل جزئة الRNA بوليمراز اللي موجودة بالإيكولاي بالتالي RNA بوليمراز جزئة الRNA بوليمراز اللي موجودة في الإيكولاي لا يمكن هالارتباط بسيقونس البرموتر اللي مأخوذ على سبيل المثال من الإنسان وهذا هو الجواب للسؤال السابق هو إنه الفورين جين راح يكون غير أكتف في الإيكولاي الإيكولاي ما راح تقدر لتعبره وتتحوله إلى البروتين طيب هاذ الحالة إحنا ش أسوي عدي جين إنسولين وأريد أشغله في البكتريا كيف هاذ الحال؟ بمجرد إنه أأخذ جين الإنسولين بدون بروموتر وبدون ترميناتر وأأخذ هذا السيقونس الجين أدخله في البلازميد بحيث يكون عملية الحشر في مكان صحيح بحيث يكون هذا الجين بدايته يسبق بروموتر في البلازميد وهذا البروموتر يكون قادر على الارتباط به فبالتالي إنه أأخذ هذا الجين وأدخله في مكان صحيح في البلازميد يكون بعد هذا الجين وقبل هذا الجين تستطيع البكتريا أنه قراءتهم إذا عملية الحشر كانت بشكل صحيح وبالتالي إنه عملية الترانسيكريبشن وعملية الترانسيكريبشن تكون صحيحة بمعنى أنه البلازميد اللي يكون قادر على توفير السيقونس لعملية الإكسبرشن نسمي إكسبرشن فيكتور ليش إكسبرشن فيكتور؟ لأنه هذا البلازميد يكون قادر على تحويل أو قراءة الجين اللي حجر فيه وتحويله إلى جزئة البروتين بفعل بروتينات الإيكولاي طيب هذا هنا أعدي مثال بسيط هنا أعدي هذا الإكسبرشن فيكتور اللي هو البلازميد هذا هو البروموتر رايبوسوم بايندكسايد تيرميناتر هذه السيقونس مأخوذة من الإيكولاي فبالتالي الإيكولاي الـ RNA polymerase وإنزيمات الإيكولاي تستطيع تمييزه فبالتالي الآن إذا حشرت الجين بهذه الكيفية اللي هو على سبيل مثال الجين إنسولين وهنا نعدي بروموتر مات إيكولاي رايبوسوم بايندكسايد مات إيكولاي تيرميناتر مات إيكولاي وبعد ذلك أخذت هذا البلازميد وسويت له ترانسورميشن إلى داخل الإيكولاي فأتوقع أنه بنسبة جدا عالية إنه هذا الجين الآن راح يترجم راح يستنسخ إلى RNA وراح يترجم إلى جزئة بروتين طيب، الآن نتكلم على جزئة الجزئة الـ first signals اللي هو الـ DNA Promoter اللي هي عملية ارتباط لـ RNA Polymerase بالديهنة إذا ما تمت عملية الارتباط أصلاً ما راح تتم أي عملية exception هذه واحدة النقبة الثانية لـ Promoter يلعب دور أساسي وهو يحدد الـ Rate اللي على أساسه الـ mRNA راح يصنع بمعنى كمية الـ mRNA المصنع بمعنى إنه إذا عدي بروموتر قوي كمية RNA المصنعة راح تكون بكمية كبيرة أما إذا كان عدي بروموتر ضعيف فكمية الـ RNA المصنعة تكون ضعيفة طيب، هذه القوة والضعف كيف تكمن؟ سنتكلم عنها في وقت آخر من هذه المحاضرة The amount of recompense protein obtained therefore depends to a great extent on the nature of the promoter carried by the expression vector بمعنى إنه كمية جزئة البروتين المنتجة من DNA تعتمد بشكل كبير على طبيعة البروموتر اللي يحمله الـ Expression Vector طيب، ليش؟ ليش تعتمد عليه؟ هناك عدنا سيكونسين أساسيات شرحناها السيكونس الأول هو السالب 10 بوكس والسيكونس الثاني اللي هو السالب 35 بوكس هذه السيكونس تكون Consent Sequence بمعنى الـ Consent Sequence إنه في كل الجينات في جينات الإيكولاي يكون عادة هذا السيكونس متواجد طيب، هل هذا السيكونس متواجد بشكل 100% في كل الجينات؟ لا بعض الأحيان يكون السيكونس متغير يعني على سبيل المثال في جين آخر هذا الجين يكون الـ Expression Malta ضعيف في البكترية ما تحتاج البكترية بشكل دائم نلاحظ إنه مثلاً هذا الجي انقلبت صارت A بالتالي إذا انقلبت هنانا هذه الجي إلى A أو إلى C أو إلى T الـ Affinity مات ارتباط الـ RNA Polymerase تقل بالتالي إذا قلت الـ Affinity مات ارتباط الـ RNA Polymerase اللي يصير هو إنتاجية الجين رح تقل يعني اللي أقصد في إنتاجية الجين هي عملية Transcription لهذا الجين رح يقل فالريث رح يقل إذن هذا هو جواب السؤال السابق وهذا يقودنا إلى موضوع آخر اللي هو الـ Strong and Weak Promoter اللي هي البروموترات الضعيفة والبروموترات القوية Although على الرغم إنه Most E.coli Promoter do not differ much from this constant sequence A small variation may have a major effect on the efficiency with which the promoter can direct transcription وهذا متل ما تكلمنا عنه سابقا اللي يقول بي إنه على الرغم من إنه هذا الـ Consent Sequence عندنا يكون متشابه واللي أقصد بي المتشابه إنه معظم السيكون متشابه بس التشابه مدائما يكون مئة بالمئة فبالتالي هذا الاختلاف البسيط اللي هو الـ Small Variation سمنا رح يكون إلى تأثير كبير على الـ Efficiency من ذاك البروموتر طيب قلنا شوف شون الـ Strong or Waco Promoter Strong Promoters are those that can sustain a higher rate of transcription A Strong Promoter usually control genes whose translation product are required in a large amount by the cells A Strong Promoter A Strong Promoter هو اللي يكون عادة يطينا Transcription أو Sustain بمعنى إنه يكون عملية مستمرة بمستوى عالي زين لأن يش يكون عادة بمستوى عالي في بعض الجينات وبمستوى واطئ في جينات آخر السبب في ذلك إنه هذه housekeeping gene بمعنى إنه جينات أساسية لعمل الخلية على سبيل مثال الخلية دائما تحتاج إنه تضاعف فبالتالي حتى تضاعف لازم إنه عملية مضاعفة الـ DNA موجودة إذن الخلية تحتاج جين الـ DNA Polymerase بشكل عام وبشكل أساسي تحتاج إلى جينات الـ RNA Polymerase تحتاج إلى جينات صناعة بروتينات الغشاء الخلوي بالتالي هذه الجينات أساسية بالتالي عملية Transcription مستمرة بالتالي تحتاج إلى Strong Promoter ولكن على سبيل المثال هناك جينات أخرى تكون ضعيفة التي تحتاجها الخلية في ظروف معينة على سبيل المثال نسميها الـ Weak Promoter الخلية مو دائما تحتاج إنه تنتج أنتبايتك على الرغم إنه يحاوي على Gene Resistance for a Special Kind of Antibiotics إلا إنه فقط لمن ذاك الأنتبايتك يكون موجود في الميديا الخلية تحتاج تنتج لبروتين حتى تكسرها فبالتالي عملية إنتاج البروتين اللي يكسر ذاك الأنتبايتك الخلية ما تحتاجها بشكل مستمر تحتاجها فقط لمن يكون الأنتبايتك متواجد ولذلك تنتجها في ظروف معينة ولذلك يكون هذا البروموتر ضعيف حتى عملية إنتاج الـ RNA يكون قليل في بعض الأحيان الخلية تحتاج بروتين بشكل مستمر ولكن بكمية قليلة فبالتالي إذا احتاجت الخلية بروتين معين بكمية قليلة تحتاج لـ ويك بروموتر الـ ويك بروموتر معناه إنه الـ RNA المنتج بكمية قليلة معناه إنه كمية البروتين المنتج من ذاك الـ RNA سيكون كمية قليلة طيب وهذا هو مثال بشرح واضح نحن نعدي سيترونج بروموتر هنا ويك بروموتر سيترونج بروموتر يطيني كمية الـ RNA كبيرة بالتالي سيطيني جزئات بروتين بكمية كبيرة في داخل خلية أما الـ ويك بروموتر سيطيني كميات قليلة من الـ RNA وبالتالي سيطيني لـ أما الـ من المنتج بروموتر عملياتي بروموتر ريغوليشن هذي السكند فاكتور وإن شاء الله نغطي هذا الموضوع بشكل الوافي أثناء الـ اثناء الـ عندما تتكلمين بروموتر هو أنه سيكون ممكن لـ ترغيب البروموتر بعملياتي بروموتر ريغوليشن عدنا نوعين عدنا نوعين من عملياتي بروموتر ريغوليشن النوع الأول اللي هو الـ والنوع الثاني اللي هو الـ وإن شاء الله نتكلم عنها بشكل وافي في المحاضرة اللاحقة حتى يكون الجين الـ يعني الجين يكون عادة محفز is one whose transcription is switched on by addition of chemical to the growth media في بعض الأحيان حتى نحفز إنتاجية بروتين معين أحفز عملية الـ transcription أضيف مادة معينة نسميها inducer أو بعملية نسميها الـ induction هذا الـ inducer يحفز لعملية الـ expression كيف يحفز عملية الـ expression هذا الـ inducer بشكل أو بآخر يمنع أو عفوا يحفز عملية ارتباط الـ RNA Polymerase بمن بروموتر أما النوع الآخر اللي هو الـ فهذا عبارة عن مادة كيميائية أو قد تكون حتى بروتين معين أو إنزايم معين هذه المادة تحفز بروتين معين أنه يمنع عملية ارتباط الـ RNA Polymerase بالـ بروموتر بالتالي نسمي repressor وهذا الرسم واضح على سبيل المثال عدي هنا Uninducible Genes هذا عدي بروموتر هذا عدي جين لما نضيف هذا الجين خلينا نفرض أنه بالطبيعة هو مغلق switched off فإذا ضفت مادة كيميائية معينة طبعا عملية شرح التفاصيل هذه إن شاء الله نشرحها في المحاضرات القادمة ولكن الآن نعطي عليها فكرة معينة إضافة Regulatory Chemical اللي هو بهذه الحالة inducer رح يحفز عملية الإكسبريش المانتجين فبالتالي ورح يسوي switch on إذن المطلوب منك إنه التفهم في هذه المحاضرات هو إنه الـ inducer يسوي switch on بمعنى إنه يشغل البروموتر وبالتالي رح يؤدي إلى حدوث عملية الترانسكريبشن وبالتالي رح يؤدي إلى إنتاج البروتين أما الـ repressor اللي هو المثبت فهو يثبت عملية الإكسبريشن فعلى سبيل مثال هنا أدي هذا الجين جين شغال الجين دعي يتحول من DNA إلى RNA وبالتالي يتحول إلى بروتين لما أضيف للـ Regulatory Chemicals اللي هو الـ repressor رح يسوي عملية switching off للجين وبالتالي رح يوقف إنتاجية عملية الاستنساخ طيب طيب في بعض الأحيان أنا أحتاج أنه أثبت الجين لأنه الجين قد يكون ضار وفي بعض الأحيان أنا أحتاج أحفز الجين لأنه أنا أريد الجين على سبيل المثال إذا كنت تحول إلى بروتين لأنه يتحول إلى بروتين على البكتريام يعني الآن أني هذا الجين اللي مدخله في البلازميد والتالي أنت أحول هذا الجين إلى بروتين وبعد ذلك أستخلصه للفائدة المرجوة قد يكون هذا الجين المنتج أو عفوان هذا البروتين المنتج إلى آثار سلبية على الخلية فبالتالي ثم يجب أن أراقب عملية صناعة هذا البروتين بشكل حذر ليش؟ حتى أمنع عملية تحشد هذه المادة السامة في داخل الخلية وبالتالي أنا أحصل على عملية إنتاج للبروتين بكميات معينة ليش؟ لأنه عملية لهذا الجين لابد أنه أتم بشكل حكيم لأنه تكدس هذه المادة يكون سامة هذا مثال مثال آخر أو إذا إنتاج البروتين لا يوجد إنتاج البروتين ما لأي تأثير سلبي إنتاج البروتين إنتاج البروتين فقدان فقدان هذا البروتين ما لأي تأثير ما لأي تأثير إنتاج البروتين ونسألكم الدعاء إن شاء الله تعالى إلى حين اللقاء بمحاضرة أخرى شكرا إنتاج البروتين